بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم اللي بيحصل في طوفان الاقصى دلوقتي انت ممكن تحسب ان هو حاجة عادية ويعني حاجة حصلت وهتحصل وبتحصل وحاجة جديدة شوف هو يعني كمعركة حصل قبل كده يعني الموضوع بتاع طوفان الاقصى ده هو كمعركة حصل قبل كده عدة معارك كتيرة جدا ما بين حماس وما بين اسرائيل يعني بس المشكلة وين انه كيف الموضوع هيوسع يعني ده الشيء اللي احنا كلنا اللي انا قاعد ليل نهار افكر فيه الموضوع ده كيف هيوسع لما تجي تفكر فيه انه الموضوع ده كيف هيكبر هترجع لواحد اسمه الاولبرت بايك هترجع لواحد اسمه الاولبرت بايك وهترجع للاستاذ الدكتور هناري كسينجر اهو الاتنين دول انت لازم لازم ترجع له اه قصة انك تقول ان انا مش ه يعني مش هربط الموضوع في بعضيه لا انت كده غلطة هنري هنري كي سينجر كي يه سينجر اهي واحد تان اسمه ألبرت بايك وهنبتدي نتكلم عن القصتين دول فاركز معي شوي باختصار كل الكلام اللي مكتوب هنا في الورقة دي انا قرأته قبل كده بس ما كنتش واعي يعني ما كنتش رابط خيوط اللعبة مع بعضيه احنا دلوقت في عشر دقايق هنربط خيوط اللعبة مع بعضيه سنة 2012 سنة 2012 او 2011 سنة 2012 اه كي سينجر قال لك الكلام ده قال لك لازم تحصل الحرب العالمية التالتة اللي هي الورلد وور واحد 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 تلات وحايد الحرب العالمية التالتة وبالتالي احنا لازم نضرب ايران وروسيا والصين هو قال لك كده من الاخر كده باختصار وببساطة بدون ما يتعب نفسه قال لك اهي اعرابا هنري كي سينجر وزير الخارجية الامريكي الاسبك كان عاتوا بان ايران هي ضربة البداية في الحرب العالمية التالتة التي ستوجه فيها على اسرائيل قتل اكبر عدد من العرب واحتلال نصف الشرق الاوسط خلاص الراجل بيتكلم بشكل واضح وقال لك سينجر في حديث معديل السكيب الامريكية لقد ابلغنا الجيش الامريكي اننا مضطرون لاحتلال سبع دول في الشرق الاوسط لاهميته الاستراتيجية لان خصوصا انها تحتوي على البطروق الدول هو بيقول كده الدول بتاع البطروق ولم يبقى الا خطوة واحدة وهي ضرب ايران وعندما تتحرك الصين وروسيا من غفوتي هما سيكون الانفجار الكبير والحرب الكبرى التي لم تنتصر فيها سوى قوة واحدة هي اسرائيل وامريكا وسيكون على اسرائيل القتال بكل ما اوتيت من قوة وسلاح لقتل اكبر عدد من العرب واحتلال نصف الشرق الاوسط واضاف ان طبول الحرب تضق الان في الشرق الاوسط وبقوة ومن لم يسمعها بكل تأكيد فهو اصم الكلام ده يعني كلام جديد مش جديد هو الصورة دي منشورة من سنة 2012 يعني مش كلام جديد ولا حاجة لا لا انا ابوك يا كسينجر الكلب تعال نشوف المقال الاصلي ده كده رابط المقال الاصلي هنا ريكسينجر هو بالانجليزي لو انت ما كنتش بتسمع طبول الحرب فانت بالتأكيد ديف يبقى انت بالتأكيد اصم الكلام ده 27 نوفمبر 2011 تخيل ابن 66 كلب اللي اسمه هنا ريكسينجر قال الكلام ده من 27 نوفمبر 2011 الحرب العالمية التالتة ومش الحرب العالمية التالتة وانه توفن الاقصى يعني توفن الاقصى جاي من حماس وحماس ما دعوما من ايران ويران هجيب حزب الله وحزب الله هيجيب ايران ويران هيجيب معها سوريا وسوريا هيجيب معها العراق والعراق هيجيب معها ايران ويران هيجيب معها التاني ده الحوثيين في اليمن وده هيجيب ده وده هيجيب ده الكلام ده ربطة السيناريو كله مع بعضيه هو مش هو مخطط طبعا بس انه حماس انه يتم اشعال شرارة الحرب بواسطة طوفان الأقصى يعني شوف القصة دي هم هكده هكده هيخترعوا اختراع عشان يضربوا إيران وهي إيران بنت كلب إيران دي دولة من برج الحمل اللي ما ينطأ ولا ينحمل لو أنت جت تفكر في الموضوع إيران برج الحمل اللي ما ينطأ ولا ينحمل وبالتالي هم نفسهم بيحبوا الحروب يعني إيران الفارس الفرس المجوس دول عبدة النار هم بيحبوا الحروب وبيعشقوها وعايزين يصنعوا المجد بتاعه ودي يعني أكيد المقال ده روسيا قرأته أكيد المقال ده يعني نشر أنا معرفش هو كيف نشر يعني يعني كيف مخاططك أنت تقول بيه لا هو خلاص هو بيتكلم بشكل واضح جد يا جماعة إحنا هنضرب إيران وهتدخل الصين وروسيا وإحنا دلوقتي أمريكا والسرائيل والاتحاد الأوروبي في كفة وخلاص هنضرب خلاص ده كلام منشوره من سنة 2011 يعني الواحد لو بيقرأ بثلاثة جنيه كراءة كان وصل للمقال ده لو جيت هنا دست ترجمة وترجمت المقال وشفت الكلام اللي ابن الكلب ده بيقوله هناريكسينجر إذا كنت لا تستطيع سماع طبول الحرب فأنت أصم في نيويورك الولايات المتحدة اعترفها مش عارف إيه في اعترف لافت من وزير الخارجية الأسبق في عهد ريتشارد نيكسون الكلوت ده اللي اسمه هناريكسينجر على فكرة كمل مئة سنة وأكتر ابن الكلب اليهودي ده كلمة ده هتحزي في الفيديو خاصة المهم في الشرق الأوسط في حديثه من شقات الفاخرة في منهات مش عارف ايه الراجل الداهية اللي كان عمره لساعتها تسعة وتمانين سنة تحليل الاقتصاد السياسي والعالمي طبعا ده بيفهم في كل حاجة إن الولايات المتحدة تطارد روسيا والصين وسيكون المصمر الأخير في النعش هو إيران التي بالطبع هي الهدف الرئيسي لإسرائيل وبعدين يجي المحللين الاستراتيجيين العرب يقولك لأ إسرائيل أيوة إسرائيل هي وإيران هي هم أصدقاء إزاي أصدقاء يعني قناة الجزيرة اللي تروج الكصة دي هنا ريكسينجر يقولك أعداء وهم يقولك أصدقاء لقد سمحنا للصين بزيادة قوتها ولروسيا بالتعافي من السوفيتية اللي هو الشيوعية ولمنحهم إحساسا زائفا بالشجاعة وإنه إحنا يعني اللي خلانهم يتقووا وبالتالي عندما يطلقون النار علينا فإحنا بنج بنج هنضربهم ستكون الحرب شديدة للغاية ولن يفوز بها سوى دولة عظمة واحدة ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي في عجلة من أمره لأنهم عارفين ماذا سيأتي ومن أجل البقاء يجب أن يكون هناك دولة واحدة متماسكة إن إلحاحهم يخبرني أنهم يعرفون جدا المواجهة التي على وشك الحدوث شو 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 آه كم حلمت بهذه اللحظة المبهجة ده هنا ريكسينجر عبد الشيطان الماسوني أكيد من الدرجة رقم تلاتة وتلاتين قال لك قال لك ده أنا متشوق لهذه الحرب يخرب بتهم الكلام ده كان فيه من سنة 2012 إحنا ما كناش بنصدق الكلام ده يعني أنا كنت أقرأ الكلام ده يعني هري في المهري وحشو في المحش يعني الواحد ما كانش يصدق بس أولاد الكلب يطلعوا فعلا ما بيمزح والله ما يمزحوا سيطر على النفط تسيطر على الدولة سيطر على الغذاء تسيطر على الشعب زي ما هو قالها بس الترجم هنا خربانا شوي لو كنت شخصا عاديا فيمكنك إعداد نفسك للحرب بالانتقال إلى الريف وأنك تبني مزرعة وأنك تروح تاخد معاك السلاح عشان تحمي نفسك من المتطفلين لأن الجوعة هيكون في كل مكان الجوعة جحافل الجائعين سوف تتجول على الرغم من أن النخبة سيكون لديهم ملازاتهم الآمنة وملاجئهم المتخصصة وخلاص بقى هو الراجل قعد بيتكلم بفعلا بيحضر لحرب عالمية قال تخربت أمك خربت أمك وأبوك كمان ويجب أن يكونوا حذرين أثناء الحرب مثل المدنيين لأن ملاجئهم مش عارفية تتعرض للخط وبعد أن توقف لبضل دقائق لجمع أفكار تابعك سينجر قال لك بقى قال لك يجب الاستلاء على سبع دول في الشرق الأوسط من أجل مواردها ونعلم وطبعا ما تفهمش إيه الدول الدول اللي إحنا عدناهم ده كان من ضمنهم مصر كان من ضمنهم لبنان كان من ضمنهم الأردن كان من ضمنهم فلسطين سوريا العراق وطبعا جزء هنا كده عايز يحتل جزء من السعودية ابن الكلب الواطي ده اللي اسمه هنا ريكسينجر هنا ريكسينجر الوصخ ده عدهم كده عدهم يطلع لك سبع يعني لو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبع هم يطلعوا سبع ده وقت ده هنا ريكسينجر هنا ريكسينجر راعد بيتكلم ياهلا 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 راعد بيتكلم في الحرب العالمية التالت مريد ده واحد مريد نفس قال لك ايه قال لك اسمع قال لك شوف شوف الكلام شوف الكلام بتاع الرجل الرجل ده يجنني شوف 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 قال لك يجب أن أقول أنهم أطاعوا الأوامر بشكل فائق وأنها مجرد نقطة الانطلاق الأخيرة إيران ستقلب الميزان حقا إلى متى يمكن للصين وروسيا أن تقف متفرجتي وتراقبان أمريكا ويتقوم بعملية التنظيف سوف يستيقظ الدب الروس الكبير والمنجل الصيني من سبعتهما وسيكون هناك إسرائيل تقاتل بكل قوتها وأسلحتها لقتل أكبر عدد ممكن من العرب يا دين امي على المرار يا دين امي الكلام ده منشور هنا ريكسينج ده العجوز الصورة مش عاصلة تظهر مش عارف ليه ما تفهمش الكلام ده من سنة 2011 يا دين امي على المرار يا دين امي على المرار يا دين تش يا ولد يا ولد انتش جاعد تقول يا ولد يا ولد وش الكلام ده الكلام ده حقيق ولا بجد من الصدمة يا دين امي على المرار طبعا عنده معاقدة الحرب وعبدة الشيطان ده يا دين امي على المرار شوف 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 الشجوع لقد تدر قالك إيه ونأمل مش عارف إيه فإن نصف الشرق الأوسط شوف الكلاء فإن نصف الشرق الأوسط سيكون إسرائيليا يا دين امي على المرار لقد تم تدريب صغارنا جيدا خلال العقد الماضي أو نحو ذلك على ألعاب وحدة تحكم القتالية كولوف ديوتي وكان من المثير للاهتمام رؤية اللعبة الجديدة والتي هي كولوف ديوتي مودرن وورفير يعني لعبة قتالية يعني زي بابش اللعب اللي انت بتلعبها هي بتجسد على أرض الواقع والتي تعكس تماما ما سيأتي في المستقبل القريب خلال برمجتها التنبؤية شبابنا في الولايات المتحدة والغرب مستعدون لأنهم تمت برمجتهم ليكونوا جنودا جيدين أحلها وشلحها ايه الكلام اللي انت بتقوله ده انت يا ولا يا ولا يا ولا شجاءت تقولي يا ولا يا الوصخ يا الوصخ وقودا مش عارف ايه ليكونوا جنودا جيدين وقودا للمدافع عندما يطلب منهم الخروج الى الشوارع ومحاربة هؤلاء المجانين من مواطنة شن روس محاربة الروس يقصد محاربة فسوف يطيعون أوامرهم ومن الرماد سنبني مجتمعا جديدا نظاما عالميا جديدا النيو وورلد اوردر الان دابلي او يعني الكلام بتاع نظارات الوامر كله طوله صح لان يكون هناك سوى قوة عزمة واحدة متبقية وهذه القوة ستكون للحكومة العالمية التي ستفوز لا تنسوا ان الولايات المتحدة تمتلك افضل الاسلحة ولسه قال لك احنا لسه عمدنا اسلحة يعني سوف نظهرها في الوقت المناسب نهاية المقابلة اخرجونا من الغرفة وقال لك احنا عملنا زيارة معاه سنة 2018 ابن الحرام ده اللي اسمه هنا ريكسينجر هنروح للمقابلة رقم اتنين ودي بالانجليز او برضو هنا ريكسينجر قال لك ايه الله دي يعني المبهجة طبول الحرب المبهجة مش عارف ايه كده بيت لوضر بيت ده مش عارف يعني بيت لوضر يعني تقريبا يعني تدق اعلى كل يوم يا سلام يعني ندوس هنا ندوس على ترجمة قال لك طبول الحرب المبهجة تدق او تقرع كل يوم الله يجيلك القرعة اللي تأخذك يا منعون الوالدين مع اندلاع الحرب المفتوحة بين ايران واسرائيل تعود صحيفة ديلي سكويب سكويب لزيارة الدكتور الدكتور هنري كسينجر لتسمع كيف تدق طبول الحرب طبعا هو بيكشف عليها بالسماعات بتاعده جيلك هنا سنة 2018 مايو 2018 وبيقول لك يا عمي احنا دلوقتي اهو النبوءة التي شوف شوف ابن الشرطوفة النبوءة التي نشرتها صحيفة ديلي سكويب في 2011 وجي دلوقتي بعدها بسبعة سنين في 2018 يقول لك نبوءة انتو بتخططوا بتعملوا وفيش حاجة اسمها نبوءة بقى قال لك بدأت تؤتي ثمارها ببطء تبناها هنري كسينجر المبجل والذي ربما يكون اعظم رجل دولة على قيد الحياة في العصر الحديث اصبحت النبوءة المستقبلية حقيقة كان علينا ان نختار عقل هنري قليلا لنعرف النقطة الفاصلة الحقيقية التي ستنتهي بقى لعبة الشطرنج يا اخي احا 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 عاديين بلعب الشطرنج على رؤوسنا ولد الكلب احا واحنا طبعا انا كشخص عندي عطارة في برج السرطان واني مش عارف ايه اللي بيحصل في العالم احا ايه دا ايه دا ايه دا تومين يا ابن ومن مرة اخرى من شقته في لندن انجلترا تم ترحيب بنا ويبدو كسينجر بحالة ملحوظة لكرسي نحو مش عارف ايه المهم وتقدمت الممرضة بتاع كسينجر في دا هتاخده المهم في محادثتنا الاخيرة تحدثت عن مفتاح الحرب وهذا المفتاح هو ايران هو قال لك هذا المفتاح هو ايران كان محفزها العراق وسوريا لعشان دخلت في العراق سنة 2003 بعد زجوط صدام ودخلت سوريا سنة 2011 بعد الثورة السورية اللي حصلت الثورة الماسونية السورية اللي حصلت يتعين على المرء ان يتذكر ان الصراع مع ايران هو في الواقع الصراع مع روسيا والصين وسرعان ما سيدخلان المعركة كما كان متوقعا نحن الولايات المتحدة نطارد الروس والصينيين منذ بعض الوقت وهم يفقمون الرسالة ببطء وسوف يضطرون الاتخاذ الخطوة عاجلا وليس عاجلا ان ارض ارض هافوت العليا بصراحة انا مش فهم الكلمة دي الكلمة دي غلط في الترجمة بس ايه نمشيها وطننا الام وطننا ستقاتل بكل قوتها لتطهير الشرق الاوسط من التهديدات الموجهة الى اسرائيل يعني مستعد هنريكسنجر مستعد يعمل حرب على مية تلتة عشان خاطر الشيخة اسرائيل طب ينفع كده هنريكسنجر يا اخويا عيب يا هنريكسنجر يا عيب يا عيب يا عيب يا عيب يا عيب اللي انت يا ولد انا قرأت المقالين وانا جان صدمة حضارية انا نفسي كنادي الزمالك انا جان صدمة حضارية من اللي قاعدة قرأه ده ستقاتل بكل قوتها اه لتطهير الشرق الاوسط من التهديدات الموجهة الاسرائيل طبعا دي خطط الله يفشل خططه هذا هو الوقت المناسب لاستقصال الورم الذي طاردنا لفترة طويلة ولن يأخذ بيبي تلميذي اي سجناء كل مطمئنا لقد كنت على الهاتف معه اثناء امس الهجوم الايراني على مرتفعة الجولان وانها نقطة الانطلاق التي ستقطب المعادلة لماذا تعتبر ايران يتوقف كسينجر اللي بدل سانة ثم يصرخ بهدوء ولكن ان الفرس هم الجائزة النهائية للهيمنة العالمية وبمجرد تجاوز هذا الخط فان العبء ولعب القوة يزدادان بشكل تدريجي ان نقطة الانطلاق نحو الهيمنة العالمية اصبحت اقرب من اي وقت مضى بالنسبة للولايات المتحدة ان ايران مدعومة من روسيا والصين وعندما نأخذ ذلك بعيدا عنهما سيكون لديهما قوة عالمية اقل وسيكون لديهما سياسة حفة الهوية العالمية اقل وسيشهدان انخفاضا في النفوذ الاقليمي العالمي في المنطقة وهذا سيجعلهم يتحركون لانهم اذا لم يفعلوا ذلك فسينتهي الامر مثل الايرانيين اي ايران وهنا كده روسيا وهنا كده الصين بس لو واحدة طارت التانية اضطير على طول معروفة دي ناشي عندما قال عندما قال الجنرال ويسلي كلارك ان الاستيلاء على سبع دول في الشرق الاوسط هشوف انا مين ويسلي كلارك ابن الكلب ده انا شفت الودة قبل كده بس نسيته هشوفه هرجع هشوفه تاني اه لم يكن يمزح او يخدع هذه هي الخطة طوال الوقت والانترنت يساعد في انتشار الثقافة الغربية والطرق الغربية والتي تطمح في هذه الدول ان تكون مثل الغرب احنا يعني كعرب نطمح وكل الدول يعني ايران وروسيا نطمح ان نكون زيهم الله يلعنهم اللي عم نجابهم فقرهم ومستويات المعيشاتهم هم اللي بيفقروك ويقولك اه شوف لازم يكون مصر وتونس واليمن وسوريا والعراق والانقلاب الفشل في تركيا القلوب والعقول اولا ثم العسكريين اسأل الدكتور كسينجر مقارنة اسلوب اوباما باسلوب اوباما بالوات ترامب فقالك انه لا يمكنك تحضير عجة البيض دون كسر القليل من البيض المقصود هنا ان انت لازم تخسر حاجة مقابل حاجة هو معناه كده مثلا يعني لازم تخسر فهو معه ما تفهمش قالك ان الود اوباما الكلوت ده قالك ان اوباما الكلوت ده احنا جبناه كده اهو قالك كان في الاساس هو المحلق قبل فنجان القهوة كان دور اوباما ماشي اه ولعب بشكل جيد وهو اضفاء نكهة لطيفة على الخشبة خشبة المسرح العالمي والاعتقاد بانهم يتفوقون علينا انه يعني اوباما هو اللي عمل الاتفاق انه مع ايران والاعتقاد بانهم وطبيعة الحل لم يكن اوباما يعلم ان هذا هو دوره وكان يعتقد بسزاجة انه يفعل الشيء الصحيح ومع ذلك فاننا لن نستسلم ابدا بهذه السهولة ولهذا السبب وضعنا ترامب في منصبه ومجرد ان حصلنا على التحلية وضعنا كأس الحرب القهوة الاقوياء والمتدربين العسكرين بالطبع مثل ترامب ذهب للاكاديمية العسكرية وهو يعرف ما هو مطلوب انه يعلم ان العمل هو الحرب والحرب هي العمل ويعلم ايضا انه لكي ينهي المهمة حقا يجب ان نخوض حربا شاملة وإلا فلن نتغير شيء ابدا لا يمكنك صنع عجة دون كسر قليل من البيت ايوة وهذا يعني لكي تأتي التغيير الحقيقي يجب علينا ان نحصل على بعض التدمير البناء قبل ان تبدأ عملية التطهير بفيروس مفيش مشاك الكلام ده بيقوله من سنة 2018 قبل ما يجي فيروس الماكرونا الكلام ده بيقوله من سنة 2018 قبل ما يجي فيروس الماكرونا وخطة اعادة الضبط الكبرى انا معرفش ايه خطة اعادة الضبط الكبرى دي حاولت بكل الطرق اقرأ عن ديك امها مش عارف اموت وفهم ولا اديك الكلب دول عايزين ايش اموت وفهم ولا اديك الكلب القفر عبطت الشيطان دول ايش يبغون بالضبط فالمهم هيسي دي اه شوف يا معل قالك ايه بقى قالك شوف قالك خطة الضبط الكبرى بفيروس قبل ان تبدأ اه يعني عملية التطهير بفيروس اه وسيكون البداية بعدة موجات وستكون لحظة حقيقية جميلة المنظر لحظة الحقيقية لان الحرب تجمع بين الامرين فهي قبيحة ولكن جميلة فيما يمكن ان تحققه اه فهل كانت دكتور كسينجر على علم بجيش الاتحاد الاوروبي واستعداداته للحرب مع روسيا عام 2011 نعم بالطبع كنت اعرف صحيح ان روسيا كانت دائما شوكة في خاصرة اوروبا وكان التواغل الاخير في اوكرانيا في 2014 ولكنه حاسم من جانب بوتين هذا الرجل احترمه بشدة لانه يتصرف بشكل حاسم ولكنه بشكل سري تقريبا مثل استاذ كبير في الشطرنج لكننا سنتفوق عليه دائما بتقنيتنا وتقنياتنا هو هنا بالكلم عن بوتين وسوف نتفوق على الذقن ايضا انا معرفش من الذقن ده الترجم هنا مش مزبوطة اه لقد قيدناهم شوفوا بالكلم بقى لقد قيدناهم بالشيوعية في المقام الاول وبالتالي فان ايديهم مقيادة خلف ظهورهم وهم حرفيا عميان جدا لدرجة انهم لا يستطيعون الرؤية بشكل مباشر مع ايدولوجيات من مقيادة ومع ذلك فقد تحول الروس من الشيوعية الى الاستبداد وكميتها الى من فساد المافيا ولا يزال الروس في ظهول ما بعد الاتحاد السوفيتي ولم يجدوا انفسهم بعد اما اوروبا فهي في حال التصلب حيث تدق طبول الحرب بشكل اسرع واعلى صوتا كل يوم بحلول هذا الوقت كان كسينجر قد اصبح متعبا ورأسه يميل قليلا للامام وسيل لعابه على ثوبه واصرعة الممرضة ومش عارف ايه يلا بقى نسأل الدكتور هناري كسينجر على النظام العالمي الجديد الان الان دابلي او النيو وورلد اوردر قال لك اسمع يا لنتا وهو قال لك قال لك اسمع قال لك الجديد الذي سيأتي بعد اكتمال عملية التطهير يعني هو عنده امل ان هيبقى فيه امل بعد الحرب العالمية التالتة ما عرفش كيف معظمها لا استطيع ان اتحدث عنها وربما لا اعيش حتى اراه ولكنني باعتبار احد مهندسية هو مهندس النظام العالمي الجديد قال لك يمكن ان الكشف عن بعض المعلومات اساسا يعني المفرد يعني كلام المهم الترجم هنا فيها مشكلة لا يمكن ان يكون هناك سوى فائز واحد يعني على جميع الموارد المتبقية على الارض الفائز الواحد هو امريكا طبعا والصهيونية جماعة المحتلين فلسطين ولا يمكن ان توجد فصائل اخرى ما فيش روسيا والصين ولا ايران ولا هند ولا ابتنجان ويعني ايضا السيطرة على عدد السكان الذي يقل عن 500 مليون نسمة احاق احاق كيف 500 مليون نسمة 500 مليون نسمة ده معناها احجار جورجي 500 مليون نسمة ده الرقم ده 500 مليون نسمة معناها احجار جورجي طيب احجار جورجي ده حيث لن يحدث اي صراع اخر مرة اخرى سيطلق على هذه اه على هذا اسم اعادة الضبط الكبرى وكما ذكرت من قبل فمن الممكن ان يكون الفيروس الذي ينفجر فجأة من مكان ما في اسيا والذي سيؤدي في النهاية الى الحرب بسبب اليأس من المؤكد ان المجتمع التكنولوجي الجديد موجود الان لان يقصد به فيروس الماكرونة اللي حصل في سنة 2020 خلي بالك المقال ده في سنة 2020 هو بيتكلم عن الفيروس بتاع الماكرونة وانه في حاجة اسمها اعادة الضبط الكبرى زجري تري سيت انا يا اخي ده حاجة غريبة قوي يا ولد انتهى الجننون يا ابني كل ده يعني مو معقولة الكلام ده كل ده كده محسوب ومحطوط ومصبوط ومربوط وايه ده ليه كده بس طب ليه كده ليه كده يعني امريكا ماما امريكا هي اللي نشرت فيروس الماكرونة وبأمر من الاخوة بتاع المحفل الماسوني وبأمر من الولد بن الكلب الخرونجة ده اللي واش اسمه طب انتو يا ابني يا ابني انتو مش خايفين يا ابني يا ابني انتو مش خايفين على نفسكم يا ابني يا ولد يا ولد انتو مش خايفين على نفسكم يا ابني يعني انتو بتعكسوا ماما امريكا ماما امريكا ممكن تخرب الدنيا يعني ماما امريكا ممكن تفشخ الدنيا لا 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 تعال كده ماما امريكا ممكن تفشخ الدنيا يا الله انتوا انا يعني انا نفس رعا اقرأ الكلام ومش مستوعى خطة اعادة الضبط الكبرى دي هم تكلموا عنها قبل كتن. يعني اعادة الضبط الكبرى دي هم تكلموا عنها في عشيرين وعشرين. وطلعوا لها كتاب وجاب الوادن اسمه كلاوس شواب. كلاوس هو تلميز هنا ريكسنجر. كلوت ده. الكلوت كلاوس شواب تلميز هنا. شو شو. شو 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 شو. تلف 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 وترجع لكلاوس شواب ابن الشرطوفة ده ابن الشرطوفة ابن الكفار عبد الاصنان عبد الشيطان ابن الحرام ده تلف تلف وترجع لابن الحرام ده تلف وترجع لابن الحرام ده ده ابن الحرام ده هو هو اساس كل حاجة يعني كلاوس شواب ده تلف 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 اللقاحات والمشكاح والمكارونة وفيروس المكارونة فطبعا انا مقدرش اقول اسمها لان لو قلت اسمها خلاص الفيديو ده يتحزف ولو الفيديو ده تحزف برضو انا هتطر ان انا روح اعمل الفيديو في مكان تاني وراح اشغل القناة التانية واحطو لكم الرابط بتاع القناة التانية تحت في الوصف عشان لو القناة ده تحزرت لان هو ده اللي يحصل يعني ناس قعد في 2018 بيكلمك عن يغرب بتهم انت فين تعمل الكلام ده كله وخطة اعادة للضبط الكبرى ولن تمتلك شيئا وستكون سعيدا ومش عارف ايه المهم يا سيدي وقال لك الفيروس هيجي من من اسيا ولازل سيكون في النهاية الى الحرب بسبب اليأس من المجتمع التكنولوجي مش عارف ايه المجتمع التكنولوجي الجديد من المؤكد ان المجتمع التكنولوجي الجديد موجود الان لان انا نمتلك التكنولوجي والتقنية التي نتحدث عنها لكن المشكلة المتأصلة هي الفصائل المختلفة وترك التفكير القديمة والاقتزاز السكاني هذا موضوع كبير واخشى انني قد افصحت عن الكثير عليك ان تقوم بالحسابات اذا نجوت الى المرحلة التالية فسوف تصبح عضوا محترما حقا ومواطنا مشرفا مشرفا ومستنيرا في النظام العالمي الجديد فقط اذا بقيت على قيد الحياة الكفر عبطت الشيطان يعني سبحانه سبحانه المقال ده هسيب لكم الرابط هنريكسنجر طبول الحرب هسيب لكم الرابط ده تحت الفيديو وهسيب الرابط التاني تحت الفيديو هو ده هنريكسنجر ابن الحرام وتلميزه كلاوس شواب ابن الحرام برضو عيال الحرام دول هم عادين بيخططوا وعادين بيلعبوا وعادي الموضوع بالنسبة لهم سهل احنا هنعمل كده هننسوي كده هنفعل كده الو لأ فانت دلوقتي هتعمل ايبا؟ انت هتعمل انت يعني طبعا يعني انت ما تفهمش حكو ما حدش فيهم حكو تدلوقتي هتجيب وراء streams وتكتب عليها الاتił تكتب عليها طفان الاقصى يؤدي الى اا مثلا اغلاق الوكلة اليهودية يؤدي الى كده يؤدي الى كده ده يؤدي الى ده يؤدي الى ده يؤدي الى ده يؤدي الى ده كل حدث بيؤدي للحدث اللي بعده كل حاجة بتؤدي الى الحاجة اللي بعدها. انت فاهم اللعبة مش ازاي? هي شغلانة بنت كلب. هي شغلانة شغلانة غريبة عجبت الشك. شغلانة مش مفهومة. هي شغلانة مش مفهومة. ماشي? فاحنا هنه يعني هنحاول نربط التاريخ مع بعضين. ماشي? اه ان شاء الله بقى في الفيديو ده راح عمل فيديو تاني. اه فيديو تاني عن اللي هو احضر يا روسيا الى الشركة الوسط. وهنشوف القصة دي راحة فين وجه من ايه? موسيقى